بسم الله الرحمن الرحيم عزيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْطَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَتَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَتَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَبَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه بصنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطير ما بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردن الرحمن بإضطر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمرت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم آلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون فبحان الذي خلق الأضواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمسق قر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد ظرناه منازل حتى عادها العلم القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فنك يسبحون وآية لهم أننا حملنا بضطيتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ مغرقتم فلا صريق لهم ولا هم قضون إلا رحمة منا وتاعنا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال للذين كفروا للذين آمنوا ألغ علما لو يشاء الله أطعمه 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 إن أنتم إلا في طوال مبين ويقولون متى هذا المعلم إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصرون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجلاب إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعط الرحمن وصدق المرحل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل صاكرون هم وأزواجهم في زمان العلم أرائك مبكئون لهم فيها حاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب رحيم والفاظ اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مرين فأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكرون اليوم نأتم على أفواههم وتكرمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطرسنا على أعينهم فاستبطوا الصراط فأنا يغفرون ولو نشاء لمصخناهم على مكانتهم فاستطعوا بطيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم بما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يقتلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من مدود الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محطرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسلخون وما يعرضون أولم ير الإنسان أن ما خلقناه من نتبة فإذا هو قطيب مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام به وهي ربيب قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا آتم منه تلقدون أوليس الذي قلق الصماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر